تمام السؤال الثاني حول الوصية الواجبة هل العمل بها مشروع؟ أولاً ما هي الوصية الواجبة؟ وهل العمل بها مشروع؟ وهل تعتبر استدراكاً على الميراز؟ ليش القضية؟ ليش القصة؟ القضاء الشرعي في بعض بلاد المسلمين يأخذ بما يسمى بالوصية الواجبة معنى إيه؟ اقتطاع جزء من التركة يعطى للأحفاد باسم الوصية الواجبة الواجبة وصية أو جبه القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم بمقدار معين ومشروط معينة تنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورلث أم لم ينشئها فهو واجب وجوباً قانونياً إيش صفوة القول في الوصية الواجبة؟ قانون أو قال القانون يعني يا الراسم لها الوصية تجب لأهل الطبق الأولى من أولاد البنات الأحفاد من البنات الطبق الأولى يعني أولاد البنت ذكوراً كانوا أو إناثاً ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم ابن 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 إلى ما لا نهاية بشرط أن لا يكون بينه وبين الميت أم وبين الميت أم نعم تجب لهم وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثاً في تركة أبيه لو كان حياً عند موت الجد بشهوط ألا يزيد عن الثلث فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط أن يكون الحفيد غير وارس من جهة أخرى ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له الدال بهبا الدال عطية قدر ما يجب له تم من أين نشأ القول بهذه الوصية ما هو الأصل الشرعي لها المذكاة التفسيرية لهذا القانون تقول الأصل في هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين طيب والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوالدين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوصله يقولون مذهب ابن حز يأخذ من أقوال بعض التابعين رواية في مذكاً بالإمام أحمد رحمه الله الذي عليه الجمهور أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث وبحديث لا وصية لوارث نعم قال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها من الانتقادات الموجهة إلى هذه الوصية الواجبة ما يلي اسمع أنها وإن سميت وصية إلا أنها في حقيقة الأمر ميراث فهي تجب من غير إيجاب وإذا وجبت صارت لازمة لا تقبل عدم التنفيذ فتتشابه بذلك مع الميراث فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثا مفروضا هو ميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله على أن لا يتجاوز الثلو وإذا كان هذا غاية القانون فكل الأحكام تتجه إلى جعل هذه الوصية ميراثا أبو زهر رحمه الله يقول هذه الأحكام في غايتها ومرماها وفي الغرض منها والسبب الباعث عليها تنحو نحو الميراث كأن استدراك على الشرع واستكمال لما جاء به فالقانون جعل بهذه الوصية لأولاد من يموت في حياة أبويه ميراثا مفروضا وميراثه الذي كان يستحقه لو بقي بعد وفاة أصله على أن لا يتجاوز الثلو ولهذا تجب من غير إيجاب فتتشابه مع الميراث ده أول نقد نقد الثاني أن هذه الوصية تخالف للمخالفة مخالفة للآية الكريمة التي انطلقت منها من عدة أوجه أولا للآية قالت إن ترك خيرا يعني إذا كان المال الذي خلفه المورث يعني كثيرا يفضل منه شيء بعد إغناء الورثة إن ترك خيرا الوصية والقانون ألزم بهذه الوصية قلت الترك أم كثرة رقم ثلاثة الوالدين والأقربين هذا عام في جميع الأقربين يشمل الأحفاد والإخوة والأولاد والأعمام والأخوان وأولادهم وغيرهم من سائر القرابة فتخصيص الأحفاد بهذه الوصية مخالفة أخرى للآية من جهة تلتة الآية لم تحدد الوصية بقدر معين لا نصيب الأب ولا غيره فلو أوصى الرجل مثلا لحفيده بالسدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية غير أن القانون لا يكتفي بهذا بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه بشرط أن لا يزيد على الثلث هذه مخالفة ثالثة بالمناسبة ابن حزم الذي يحتج به وينطلق من اجتهاده في هذه المسألة لا يخص الوصية بالأعفاد كما خصها قانون الوصية الوائبة بل تكون عنده لجميع الأقارب غير الوارثين ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل لأن هذا هو أقل الجمع ثم لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين بل بما يشاء الميت فإن لم يحدد فالورثة هم الذين يحددون أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب يقول رحمه الله فمن مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد لأن فرض الوصية واجب كما أوردنا فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة إلى أن قال هو فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لقف وإما لأن هناك من يحجبهم عن المراز أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفس أنتبهوا لا حد في ذلك فإن لم يفعل أعطوا ولابد ما رآه الورثة أو الوصي أذلك مخالفة أخرى لماذا يرأي القانون الأحفاد ولا يرأي الأجداد والجداد غير الوارثين مع أنهم في الغالم أشد حاجة ويكونون مرضى وعاجزين عن العمل ويحتاجون إلى علاج ونفقات فلماذا يعطي القانون بنت الإبن ولا يعطي أم الأب مثلا سبب تشريع القانون كما تقول المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حالات موت الأب في حياة أبيه وترك أولاده صغارا محاوي يموت الجد يأخذ أعمامهم الميراس يبقى هؤلاء الحفدة محاوي فقراء في حين لو كان أبوه محيا لكان له نصيب من الميراس لو كان الأمر كذلك لقيد القانون الوصي الواجب في حال ما إذا كان الحفدة المحجوبون فقراء محاويش لكنه أعطاهم في جميع الأحوال وَلَوْ كَانُوا مُوسِرِينَ أَخَرْ حَرٍ أُوْلِي حواه التنمذي صححه الألباني في صحيح التنمذي فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقاً لما أغفلت الأمة بأسرها العمل بها في مختلف أعصارها وأمصارها حتى يأتي هؤلاء المتأخرون لينصفوا من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار قرون الإسلام المتطابلة فالذي نرى ضعف الأدلة التي انطلقت منها الوصية الواجبة لكن لكن إن حكم بها حاكم أو قضى بها قاض تقوت بذلك حكم الحاكم أو قضاء القاض يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد نصيحتنا للورثة أن يطيبوا عن طيب نفس أن يطيبوا هذا الجزء لأولاد أخيهم المتوفى في حياة أبيه براً بعكبه براً بأولاده وصلة لرحمه وابتغاء المثوبة من الله عز وجل الحل أن نعلم الأغنياء أنه يجب عليهم أو يستحب أن ينصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من مالهم وإذا لم ينص الميت فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي أن يرطخوا وأن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءاً من هذا المال يكون صدقة منهم وصلة لأرحامهم والبر لا يبلأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت وما نقص مال من صدقة والصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار تمام